جهود تجرى على قدم وصاق تقوم بها الدولة لتطوير منظومة الخدمات الطبية بجميع أنحاء الجمهورية ولا سيما المحافظات الحدودية تأتي محافظة الوادي الجديد على رأس تلك المحافظات بما شهدته من تطوير كبير في منظومة التأمين الصحي والخدمات الطبية ملفات مهمة تمس عموم الشعب المصري وضعتها القيادة السياسية نصب أعينها منذ عدة سنوات جاءت على رأسها تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمصريين والنهوض بمنظومة التأمين الصحي بجميع المحافظات وحرصا من الدولة المصرية على تطوير الخدمات الصحية بالمحافظات الحدودية النائية على وجه الخصوص فقد بدأت الدولة سلسلة من المشروعات والإجراءات من خلال منظومة التأمين الصحي على المواطنين بمحافظات حدودية من ضمنها محافظة الوادي الجديد بعد إنشاء كلية الطب هنا وبعد تأفر الأساسيس الجامعة للمتخصصين في جميع التخصصات خصوصا من تخصصات النذرة التي كانت ناقصة عندنا ابتدنا نتعاقد مع هذه الأطباء مثلا من تخصصات الروماتولوجية وأمراض الدم تخصصات النفسية والعصبية تخصصات الرمض الحاجات اللي كانت ناقصة عندنا طبعا يعني دي خدمة كبيرة بنقدمها لأهالي الوادي الجديد ووفرنا عليهم كتير كنا محتاجين تخصصات كتيرة ما كانتش موجودة طبعا التأمين الصحي دلوقتي بيحاول قدر الإمكاني يوفر كثير من التخصصات اللي مش موجودة دي قدرنا الحمد لله نوفرها بدأنا نشتغل في العيدات الصباحية وعيدات مسائية كمان عشان نزود نقدر نزود الوقت اللي يقدر المواطن والمنتفع يوصل لنا فيه ويوصل له الخدمة طبعا بدأنا نزود كفاءة الخدمات وأكتر وجودتها وتم تطوير الأداء للمنظومة بمحافظة الوادي الجديد عبر العديد من الخطوات على رأسها توفير أطباء من مختلف التخصصات الطبية النادرة بتعاون مع كلية الطب بجامعة الوادي الجديد وفتح العيادات خلال الفترة المسائية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين المنتفعين من منظومة التأمين الصحي